فهتحول لإنسان قاسي إنسان لا ينظر إلى أحوال الناس ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا التماث الأعذار أي حد بيلتمس عذر شوف لينه هيعمل إيه هيخفف عنه ويخفف عن الناس على فكرة لو ملتمسس العذر للناس أول حد هيتضر إنت لأن إنت هتفضل الشاي لهم الأذى اللي حصل لك من الناس اللي هو ممكن ببساطة ما يكونوش قصدينه فالله يلتمس العذر يعني اللي يعيش باللين هيخفف عن الناس ويخفف عن نفسه ودي من أهم الحلوات ومن أهم المذاقات ومن أهم الأنوار اللي في اللين إن انت هترتاح والناس ترتاح يعني لو حصل مشكلة بينك ومن حد أكتر حاجة بيبقى نفكر فيها إيه إحنا إزاي نتعامل مع بعض بعد كده لكن لو لأ أحد لين إيه اللي حصل نسي الموقف فيه ناس كتير يتقل عليهم إن الشخص ده ينسى الموقف لازم يتعلم الدرس طب هو لو تعلم الدرس هيفضل إيه؟ هيفضل فاكرك اللي انت عملته ده ويفضل شايل الهم ده وانت كمان تفضل شايل الهم ده وتفسد العلاقة وعشان كده اشتراط قبول الأشياء والناس بشرط إنهم لازم يكونوا مثاليين ده عبس ما تعملش الناس إنهم لازم يبقوا ملايكة وما تعملش الناس إنهم يبقوا بيرفكت يبقوا بالزبط يعني على الشعر طب أنا بقول كده ليه؟ بقول ليه قلت بيرفكت؟ عشان الناس تفتكر إن هي الكلمة اللي عندهم بترسل مشاعر كتير من الناس ده مهلكة ده مش لين ده هو يقولك أنا مش طلب حاجة أنا طلب إن الناس كلها تبقى محترمة بمعيار مين؟ لما تحط إنت معيار للاحترام وتحسب الناس عليه يبقى أنت إنسان قاسل إن أنت بتزدق الناس كلها في معيارك إنت لما تقول ما هو معيار واحد آه هو معيار واحد صحيح بس الناس بشر يعطريها المسيان ويعطريها الخطأ كله بنادم خطاء وخيره خطائينا التوابون يعني أنت عايز تتعود الناس ما تقعدش تفكر بالطريقة دي أنت لو لين مش هتفكر كتير إن أنت لو سمحت الناس الناس هتتمرع مش هتفكر كده هتفكر إيه؟ إن كل ما خففت عن الناس الناس هايبقى عندها فرصة إنها تشم نفسها وتعمل حاجة الصح وعشان كده ده الإنسان اللي بيفكر إن الناس لازم يكون مثالين ده حال من الأحوال اللي بتخلي السلوك الناس قاسي في كتاب الأحيين الناس اللي هم اللي بيسموهم الناس الساعين إلى المثالية ما بيتصوروش نفسهم إنهم قاسين بس هم قاسين جدا لأنهم عودوا عنيهم ما تلقودش غير عيوب فبيعزوا اللي حواليهم دي بقى الشخص عامل حاجة زي الفل وما تقعش عين الشخص ده إلا على السوق يجي يقوله أنا والله كذا 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 ويقوله طب وما جبتش مئة في المئة ليه فيعيني أنا متفوق فيكسر نفسه يعيني يقوله طب وإنت ما عملتش كده ليه أنا ما أنا كنت بحاول قاله يبقى خلاص ما تجيش تقولوا مني إن أنا يعني أقولك كلمة حلوة غير لما تجيبين درجة أنها تبقى كويس ما أنا كويس أنا شخص مش مسيء لا هتبقى كويس لما هتبقى تمام ما تغلطش ولا غلطة فيه ناس بتجعل القسوة مبررة زي أحبابنا المصابرين بدلاء المظلومية دول في أوقات كثيرة عشاتهم لدور الضحية بتخليهم يبرروا نفسهم القسوة وكانوا بيقوله هو أنا كان حد رحمني لما أرحم الناس